اشتركوا في القناة 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 هاي اللي بده الحد او الشطة مثل ما شايفين انا الملح ما بحطه لانه الملح بخليه طلع مي اكتر فالملح دائما تحطه بعدين يعني بعض الشغلات ايه؟ وهلا ما انا صقت البرغول البرغول غسلته ما بيدر لماء غسلون البرغول قسلته متل ما شايفين بتقدو تسقطو وتحطو الصلصة وتسقطو بعدين او تعملو هيك اول شي بتعلبون كم تقليبة يعني تحمصوهم لانه في الناس بيقول لك ليش ما حمصتي؟ ما بالضرورة التحميص ما بالضرورة بس يعني اذا مستعجلين اوام بتحطو مية الحمض البندورة يعني ما في داعي انه تعدو تحمصو ولا تغدو ويت ممكن تسورو الطريقتين البرغول البرغول طيئ انه تكون رخفة العكلة هيك برغول البندورة مازلت او رز ينطبخ او فول او هيلة هذا البرغول اللي انه حط شاهل بتاكر رأسه فلازم تكون رخفة يعني ميته كثيرة شوية ببندورة طبعه كثيرة تطلع طعمته اطيب بعد قلبته كم تقليبه الآن أضع ميت البندورة هذه اللي طبقتها ممكن تساوي ميت بندورة بس ما بضروري يكون تعملوا هيك بندورة مثل هذه مثل معنا عاملة أنا إنه موجودة عندي بحبة فيها بس للشباب اللي مستعجيني ما في داعي تضعوا ميت بندورة وهي ميت البندورة ها هاي فيها هاي هلا هاي فيها رح حط كما كاسة ماء ها هاي أنا والله هلا بدي حط الميات بطلت حط المي مثل ما يكون شايفين لأنه كان عندي بندورة مساويتها زيادة طبقتها فحطيتها عوض ما حط مي فهمتوا علي يعني بدي حط كاسة مي لا حطيت كاستين البندورة حط ميات البندورة تضعوا ميات البندورة وكاسة ميات البندورة وكاسة ميات البندورة حسب ما بيحب الواحد تقيد بكل شغلة هاي الأكلة ما بتقدرو تحطوها وتعلو وتتركوها لأنه مية البندورة بتعلق رأسها بتحترق يعني فهي تتركوها بتنوصو البندورة بتغطوها بتنوصو يعني هاي لازم كل شوي تحرقوها مشان ما تعلق يعني ما تعلق الطبخة متل ما قلتلكم مية البندورة بتعلق بسرعة والغاز بنايس شايفين منظرة شوي شوي على مهلها الزرافة إنو حط طلة أنا يعني حط طلة البندورة اللي مساويتها أنا على أيدي يعني مو دائما اللي مساويتها ببرا عاملة زيادة بشان هيك حطيتهم شوفوا بقى هلا هاي هلا بحرقو أنا وبدوقو ها بزن إنو لسا ناقصهم ها اذا شوف البرغلة شلونة ناقصهم شوفوا جو حساوي أنا ها 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 راح لانه الا علاقة بين نوعية البرغل احيانا بيبقى البرغل هذا لانه كبير كبير البرغلة فطول اكتر فيه برغل بيبقى انعم يعني ما بيطول كتير هذا بيطول لانه جبته هذا البرغل الحقيقة كتير بيطول كأنه يعني الحبة كاملة ما لانه طاحنين او ما لانه شو يقولون لهيه ما باب عرف شو يقولون لهيه ويأخذون عن مطحنة ليس طاحن يمكن اسموه اسموه شغلة تاني سيتة ما باب عرف جمتين اه افكم بتاخذوني يعني هاي تقريبا الحبة كاملة تقريبا مشان هيك ممكن يعني بدها مي اكتر او ممكن تتأخر اكتر شوفوا منظرة هلا شايفين النار اهم شي انه النار هادي مشان ما يلزق ما تلزق لطنجرة انه فيهم تير بندورة البندورة بتلزق بسرقة فهلا تذكرت اه البرغون اه لبرغون كبير كلا افريكي لاندو نشوفها شلون طاريت بده شوي تاني لسه هاتوا منشوف الدرستوي شو بدي لكن انا شايفوه تبقو الرغفة انا يعني مارلم تكون ناشفه متل ما نكون شايفين بده تكون به الشكل هادا هاي معناته بده شايفين البرغلة كتير كبير مشان هاي كمان تأخرت اكتر من اللازم بس شايفوه طيبة هلا برجيكم بقى يها هي مسكوبة هاي هلا سكبته متل ما نكون شايفين وحطينا الفجل اللي بده يأكل فجل وبتاكل محا بصل هاي بس عندي فجل حطيت فجل بس شايفوه بس شايفوه ما اكبره الفجل هادا نواذر اللي يصلى عنا وبيصل هيك به الشكل هادا يعني بيصل صغير بلا العرق الاخضر بدون عرق اخضر فيه وهي المخلل هو بتاكل مع مخلل ومع بصل وهي شوية المخلل اللي يعني قدرنا نحطه عنا ان شاء الله تكون عجبتكم اكلتنا ما اكلت ساعد زمان يعني هي الاكلة كله مشان الشباب يلا يقوموا ويبلشوا يساوي اكل ما يأكلوا حيال الشغلة ان شاء الله صحتين وهنا ومنشوفكم بالاكل الجاية انا دقتها وطيبة كتير الحقيقة يعني فان شاء الله تساوي وتخبروني شلون اذا طلعت معكن زابطة سهلة صعبة بالنسبة لكم خبروني بظن انه سهلة كتير يلا شاء الله منتمنى لكم هيك حظ كل ياتكن هالشباب وهالبنات اللي برات هالبلا والله يوفقكم جاه النبي الله معكم مع السلامة قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت قالوا لي حسني الاكلات اكتر من هيكيب كتير قلت لهم بطل ما عد بدي شي